ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحياناً كثيراً كنا نقلكن سلفاً عن الحلم شو راح يكون تنقذوا كلكم سوا إنما كنا نحققوا بالواقع اللي كنا فيه لما ننتخب بشير لا يمكن انتخاب حداً إلا بشير أو حداً بده يا بشير ولكن بالقياس لمن يفكر اليوم لمن لا يتجرأ على ترشيح نفسه المسافي كبير يعني عندما تم انتخابه كان يوم قلق راح يموت بيت كثير والحنسان والحيول راح يبغزية والبيوت راح يبغزية والبيوت هل 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 هناك بشير هل هناك بشير فيه لفعي هل هناك بشير بشير أحياناً لأن نحقق البيوت لا أستطع بشير أن يفترون إلى الإزرائل لأن كان يوجه فيه بشير ممكن مخيف وكانوا الموارنين عايفين بخطر ما اكتفوا بالمئة وعشرين كانوا يضربوا بالمئة واربعين المئة واربعين بتهبت بناي يبدو لي أكتر كان يقول لا يعني الأصبع كان عم بيقول لا كان الموجود السوري بيام ومضوح إنه هيدا جيش فايت ليحتل مش فايت ليحل أزمة أو قوة صميم قال كمار جملاط لبشير رجميل إذا أتى السوري إلى لبنان لن يترك لبنان تحت الأصف وتحت الضرب برز بشير رؤيوي مصير لبنان على هالكم مدفع يلاحظ الجيش السوري وقتا ما خلى زخيرة ولا سلاح تستعمل ولا يقدر يفوت ما يقدر فيه الأكيد إنه بزحلة صار فيه انتصار دول الأزمة اللبنانية بلا مقاومة بالداخل لا بيبتوش أنا لو سأتت الأشافية أو سأتت زحلي شو بدأ عمي دونيك نريد صاحب